ألقى المؤرخ الأردني رضوان الفرجات محاضرة باللغة الإنجليزية في مسرح مركز زوار البتراء أشار فيها إلى أن أولى وزارة سياحة وأثار تشكلت في الأردن عام 1923 ومنها انطلقت أعمال التنقيب الأثري في الأردن حيث تم اكتشاف المئات من المواقع الدينية الأثرية والكنائس التاريخية في المملكة وذكر الفرجات أن توقيع اتفاقية السلام عام 1994 كانت خطوة في دفع عجلة السياحة الأردنية نحو مزيدا من الاكتشافات الأثرية لمئات الكنائس القديمة في مختلف المناطق الأردنية كما أكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني كان له دور بارز في دعم مدينة البتراء لاختيارها ضمن عجائب الدنيا السابعة